شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً عقب انهيار أسهم المصارف الكبرى خلال تعاملات اليوم وهو اليوم التالي لصفقة استحواذ مصرف يو بي أس السويسري على كريدي سويس كان مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف تراجع بأكثر من 5% مع انهيار أسهم مصرفي بي أن بي باري با وسوسيتي جنرال الفرنسيين بحوالي 7% ودويتشا بنك الألماني بأكثر من 9% وستاندرد تشارترد البريطانية بنحو 5% وفي أسواق المال الأسيوية أغلق مؤشر نيكي الياباني عند مستوى أدنى مستوى له في شهرين حيث أدت المقاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيها الأصول ذات المخاطر على الرغم من صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسرية وأغلق نيكي منخفضا بنسبة 1.42% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 23 من يناير الماضي فيما خسر المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 1.54% من قيمته في منطقة الخليج ترجعت معظم أسواق الأسهم مقتفية أثر انخفاض الأسواق العالمية وأسعار النفط وذلك بفعل المخاوف من أن تؤدي المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود ففي أبوظبي انخفض المؤشر الرئيسي للسوق بالنسبة 1.4% كما انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 5.10% أما في قطر فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.10% فيما هبط المؤشر السعودي بنسبة 5.10% متأثرا بالخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد الخام والتقعة